اهلا بكم متابعين العزاء عاجل بلبنان الجيش يتدخل لضبط الوضع خارج الام تي في بعد العراق في حلقة صار الوقت تحول الهرج والمرجل الذي غالبا ما تشهده حلقات برنامج صار الوقت للاعلامي مرسيل غانم عبر قناة الام تي في هذه المرة الى عراق داخل الاستوديو بين الجمهور وشهدت الحلقة على توطر كبير بين جمهور الطيار الوطني الحر من جهة ومعارضين له من جهة اخرى ما اضطر غانم الى ايقاف الحلقة مؤقتا وبدأ الاشكال اثناء كلمة النائب والضاح الصادق عن شهداء 13-20 حيث صداف غانم النواب شرب المارون والضاح الصادق والنائب الصابق علي درويش وناشر موقع لبنان الكبير الصحافية محمد نمر وتخلل الحلقة تبادل الاتهامات بين النائبين الصادق ومرون وبقى التوطر قائما حيث تطور العراق الى خارج مبنى الام تي في في النقاش حيث تجمهر مناصر الطيار الوطني الحر ما استدعى مرسيل غانم الى مناشدة رئيس تكتل لبنان الكوة النائب جبران باسيل للتدخل لضبط الوضع حقنا للدماء وخارج المبنى الشبكة مناصر الطيار مع امن الاستوديو وحصل اطلاق نار من قبلهم لابعاد المناصرين وبحسب المعلومات فقد تدخل الجيش الى فضل الاشكال وكانت مجموعة من الحرس القديم متواجدة على الطريق المؤدية الى الاستوديو واسفت ادارة صار الوقت لما حصل في الاستوديو واصفة اياه بغير مقبول ولا يليك بجمهور كان يفترض ان يكون مضبوطا وكان غانم تحدث عن تغريدة نشرها الناشط روي حداد قال فيها نحن والنايب شرب المارون نوين لك يا مرسيل حيث نشر الصورة قبل وقوع الاشكال في الاستوديو وعلى الجانب الاخر غرد الناشط في الطيار الوطني الحر الياس الزغبي الذي كان حاضرا في الاستوديو على حسابه عبر تويتر وكتب بلطقية الام تي في اعتدوا علينا بالضرب لاننا قلنا رأينا نفس الام تي في يلي اتظهروا كرمالها شباب الطيار بقلب الاستوديو تبعها عم يتم قمعنا ضيعان الحرية لا حول عرقوة الا بالله الله يحفظ الجميع فضلا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة